اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد دين وعلالي وصاحبه يا جمعين طلاب الصفقة الثاني السنوي أهلا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله بإذن الله معانا النهاردة مراجعة الجبر النهاردة معانا أول حلقة إن شاء الله مراجعة الجبر أكوان عن ثلاث حلقات النهاردة أول حلقة بعد كده في حلقتين وكده خلصنا المنهج بفضل الله بالنسبة لو أنت وتفرج علينا أول مرة تفرج علينا أول مرة على قناة إفهم مع الماسترو فإحنا كده مخلصين التفاضل على ثلاث حلقات خلصنا حساب المثلثات ده لو أنت أدبي لو أنت علمي إحنا مخلصين للستاتيجة كمان ومخلصين الهندسة الفراغية يعني كده في فضل الله لسا لنا حلقتين نكون خلصنا نهاردة هنراجع لحد الدلة الفردية والزوجية نعمل كده أول حاجة معي وهو اختبار هل العلاقة دي دلة ولا لأ أول حاجة هيجي لك رسمتين زي اللي قدامك دو طيب يا مستر أعرف دي يقول لي يقول لي سويال حد دي دلة ولا لأ ؟ حد دي دلة ولا لأ ؟ بص تحديد الدلة خط رأصي خط رأصي مش قدت ما هقولك أرى هذه الدلة دي أحدية ولا لأ قدت قم أخبرني خط أفك كده وتقول لي، آه دي قضعت في النطقين تبقى مش دلة تمام معلش تبقى مايش أحدية آه تمام حلوا قوي طيب هنا بقى هعمل إيه ؟ بدلا هيعمل الخط أفك لأن أعمل حط رأصية عشان أشوف هي إيه عشان اشوف هي سوأ دلة ولا لسه بأهان يمكن ان عمل خط راسي خط راسي اما الوحدية يركز، الوحدية ستكون خط ايه لو عايز دلة الوحدية انا اخدها في اخر الحلقة النهاردة ان إيه خط افكي لكن خط راسي لو عققت في نقطة واحدة دي دلة يبقي كده شكلها دلة طيب هنا ايه دي عطعت في نقطتين دي ليست دلة ليست دلة يعني هنا دلة وهنا ليست دلة جميل يبقي دة اسمه ايه اختبار خط الراسي طيب نستنتج من كده إيه أنه لو عندي الصMúsica تربية الصregierung هو يساوي السين زائد الوحدين دي دلenz dى ولا لأ بحما lóg transp稱 لو الصاد عليها تربيع ليست دلا الصاد عليها تربيع ليست دلى طيب لهذا الصاد ف Корause لديه شيء نعني تربيع لو الصاد عليها أس زوجي ليست دالenz أ nei لو قس فردي، تبقى دلي يبقى هنا دلا aurait ايضا ليست دلا تمام؟ Olivier يبقى هنا لو صاد عليها قص فردي تبقى دالة تمام تمام يبقى دية دالة هيجيل سؤال بالشكل قدامك ده يقول لي عايز المدال المجال طيب المجال هنا يا مصدر بنجيبه من على محور السينات طيب لو عايز المدى محور الصادات تاني المجال محور السينات المدى محور الصادات طيب هنا المجال ايه طيب هنا المجال هيبقى من التلاتة الى المالة نهاية تمام يبقى هنا التلاتة مغلقة مغلقة والمالة نهاية مفتوحة دائما طيب هنا المجال ايه? هنا المجال واخد ده كله واخد ده كله ان هنا بيقترب من المالة نهاية بيقترب من السالب مالة نهاية يبقى هنا قدر اقول على الحق ركز لي او في الحتة دي وقدر اقول على المجال كمان ان هو من السالب مالة نهاية للمجمالة نهاية عشان لو جات لي اختر طيب وقدر اقول ان هو من النون الاعداد النون والنون شرطة كمان وقدر اقول اللي هو الاعداد النسبية والنون شرطة تمام? وقدر اقول كمان أن ينح العق詐 الموجبه, مجموعة الصفر ومجموعة إذاكى المجموعة الحق السلم كل ذلك ينفع في المجال في المجال بيساوي الحق أو المجال الفترة الصفق الموجبه للنهائي تمام? أعى theme كل من الدولي نضرب أكثر الأن أخذ أمثلة أخرى نرى المثال الذي أمت京 لدي هنا سهم هنا- ليس موجبه للنهائي واليموجب للموجب سأتي في النصfalه dans عندي واحدة مغلقة واحدة مفتوحة خلاص. واحدة مغلقة واحدة مفتوحة يبقى على طول تأخذها. طيب لو الاتنين مفتوحين مش معي. لو الاتنين مفتحين دي الحالة الوحيدة اللي مش معي. لو واحدة مغلقة واحدة مفتوحة معي. لو الاتنين مغلقين معي. تمام? يبقى هنا يا مصطر هاخد من المجملة نهاية للسالب مالة نهاية. قادر اقول لها الحق من سالب مالة نهاية المجملة نهاية. قادر اقول لها الاعداد النسبية اتحاد العداد النسبية شرطة. يمكنك أن أقول لأ تأتي بحق الموجاب للأتحاد الصفر إلى حق السلوبie. تمام؟ تمام? حمل. هي Holy Graphĩd. �� في الحالة دي في الحالة دي يبقى عندك المدى بالكمتين دول طيب ومال هنا بقى هعمل ايه اه ده هنا دي مغلقة وهنا مغلقة اه ده دي متصلة يبقى كلها يبقى ثاني لوأنا عايز اجيب المادة من على ده عشان نشتهال كده مرة واحدة. المادة طبعا هو ايه اللي هو علي السود? ناخد كده اللي تحت دي معينا بالمرة. بيقول لي ايه الرسمن اللي تحت دي? اااا الرسمة اللي تحت دي ماشي كده المالة نهاية من على لآتي بายالة طول دي واخد حق. طيب ناخد افكار اكتر. منه هنا واحدة وهنا سالب واحد. اواا ده هنا برضو ماشي المالة نهاية. وهنا ماشي ايه لسالب مالة نهاية. يبقى الحق كلها ما عادة من الواحد للسالب واحد لأ من السالب واحد ليه الواحد طيب مغلقين ولا مفتوحين ومفتوحين احنا لسه مدخلناش على التقيل اللي هو الدرس التاني اللي هو بتعمل بجيو جبرة ان شاء الله النهاردة نشتغل بجيو جبرة بس في الدرس التاني يلا بقى عشان ندخل على الدرس التاني نتضرب اكتر اول مسال عندي مثلا لو قلي ان الصين تربيع مقاصل خمسة الصين زائد الستة دي اللي هي دلت صين تمام عايز ارسمها بياني هعمل ايه طيب هديك مسلا ان يجي لك السؤال ارسمها لي بياني يجي لك السؤال او جد للمدى يجي لك السؤال او جد للاطراض يجي لسال او جد للمدى شباب التابلت بتاعك عادي خالص هتفتح برنامج جيو جبرة تمام هنعمل ايه او بصيلي كده على السؤال بتاعك السؤال جان بيقول لي ايه بيقول لي سين تربيع نقص خمسة صين زائد الستة هتكتب ازاي دي او حلو هتقوم كتب على طول ملكش دعا وبالدالة صين دي مش هنكتبها هي بتكتب لواحدة هتكتب على طول الصين تربيع طيب نكتبها ازاي ادل اكسة اللي هي عبارة عن الصين تمام ساتع جتعة الدلتين والثلاثة مع محور السينات طب انا اعمل ايه بقا او مثلا فى السؤال دي عايز المجال اه دا المجال مالا نهائي المجال من مالا نهائي لسابة مالا نهاي يعنى المجال بالحق دالة الصين بتساوي الخمسة لما اكتبتلو ان دالة الصين بتساوي الخمسة هيو صغرت طلعت الدلت طلعت معايا السابتة بالشكل اللي اديمك ده الدلتها بتوازي محور السينات يبقى مجالها بحق طيب تعالوا نشوف كده السؤال التالت صين تربيع زائد الاربع من اكتبها هينا برضه بص طلعت معانا عاملة ازاي بص اهو شوف طلع نقطة التقاطع مع السينات هي بربعة تمام فده طبعا الدل دي زوجيه لان هي حاوله محور الصدات معلش تمام طيب يبقى طبعا انا جبتي لك ادرت اجيب هنا طبعا المجال حق وادرت طبعا اجيب هنا المجال طلع حق وهنا المجال برضو طلع حق طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده هنجيبه ازاي على ايه على برنامج جوجبرا عشان كل حلنا النهاردة هيبقى بالجوجبرا طيب انصلي النقص واحد على سين تربيع زائد الواحد تعالي برضو نحله ركز معي في الاوامر اول حاجة هعمل ايه اول حاجة الكسر بعملو بعلا Three مفيش هنا كسر الكسر هعملو بعلا 것 اول حاجة هكتب X نقص واحد بعد كده علم تمام لأ ده غلط لازم ايه لازم تعمل x وبعد كده علم وبعد كده تطلع فوق تعمل نقص واحد تمام بعدك هي تنزل تحت X تربيع زائد واحد تربيعها زائد واحد جميل واوا بص بقى الراس ما طلعت ما عاملة ازاي فهو تطلع معاك الدالة كسرية بشكل التاني Eli نقطة التقاطع من puro تطلع تطلع عن نقطة التقاطع من الراسمة فكذا الموضوع تقامل ازاي تطلع عن نقطة التقاطع...عندك اهوا نقطة التقاطع هذا وكذا فهنا انا بقى بقى سيعقى 1 على السينات وصفر على الصدد ايدي نقطة التقاطع هنا نقطة التقاطع فإن? ت sat right, و portfolio 1 على الصدد 1 على الصدد ومroneedle 1 وبピän pp للطرقة وقدر اتجاب اي حاجة انا اريدها. طيب وهكزا برضو هعمل جزر السين ناقص الواحد نفسها على جيو جبرة وكمان دي قادر اعملها على ايه قادر عاملها على حسابيا عادي خالص طيب هعملها ازاي? تعالو نشوف. لان دي مش هينفع تدخلها على جيو جيبرة زاي هتعمل اكبر منه اصغر منه بتقوم رئيسا بخط كده. ادى خط عداد. السين اصغر من ايه? اصغر من الواحد. لاحظ ان هي اصغر. يعني الفترة بكم مفتوعة. طيب حاجة اصغر من الواحد. يبقى السالب ملنهاية. طيب السين اكبر من الواحد. ادى نفسه الواحد اهو. تمام? لسه مفتوح برضو. تمام? الى ايه? الى اكبر ملنهاية. اللي هو اكبر. تمام? اللي هو الملنهاية. هنا السالب ملنهاية. هنا المجمل ملنهاية. تمام? احنا كده عملنا ايه? احنا كده اخدنا كل لخط الاعداد بس ما اخدناش الواحد طيب يبقى هنا هناخد المجال الاول اتحاد مجال التاني يبقى ده وده ناقص الواحد يبقى هاق معادة الواحد طب لو جايلي حاجة بالشكل ده اجيب مجالها ازاي جميل واحد على جزر سي ناقص الواحد جميل اوي هتعمل فيها ايه لو جايلك بالشكل ده فيه تحت جز لو جايلك بالشكل ده فيه تحت جز مجال الجزر ناقص اسفار المقات. مجال الجزر قلت بجيبه ازاي? احنا لسه ما اخدناش مجال الجزر ومجال الكسرية? تعال انا اخد. لما يكون عندك دلة كسرية. بتقول تاخد اللي تحت او مسلا سين مقص الواحد او خليها سين زائد الواحد على سين تربيع مقص الواحد تحت الجزر. طبع. هعمل ايه في اللي تحت ده? اه ده اللي تحت ده لما تحين ان هي تكون جزرية باخد اللي تحت الجزر اكبر من او بيساوي الصف. مقص واحد اكبر من او يساوي الصفر. طيب. لو جايلي مسلا بالشكل ده. اعمل ايه? هاخد اللي تحت ده سين تربيع بيساوي الواحد. تمام? فهنا السين هطلع بموجب او سلب الواحد. تمام? يعني لو جايلي كسرية بالشكل ده بقوم بساويه بموجب او سلب الواحد. لو جايلي بالشكل ده بقوم ايه? بقوم واخد الجزر اكبر من او بيساوي الصفر. تمام? لو هي عادية يعني لو هي جزر عاجي. تمام? طيب. طبعا لو هي ده اللي سبتة المجال بيساوي مش محتاج انك تهلها. نشوف كده برضو ايه نشوف لو جاء-لي بالشكل اللي盓âmك ده-فيه جزر تحت الجسر. جزر تحت الكسر. يبقأ هتاخد ايه? هتاخد المجال العادي خالص. اللي هو السين اقص الواحد اكبر من او بيسوصفر. ده مجال الجزر، مجال الجزر. اصفار المقام- ايه? اصفار المقام- هتصوي السين اقص الواحد بالسفارة عادي- خالص. اخذنا اول حاجة، السين اقص الواحد اكبر من او بيسaug صفر. طلعت السين اكبر من او يساوي الواحد. طيب نريد نخطى عادات. ما هو أكبر من او يساوي الواحد? من الواحد الى الموڭة بلنها بس الواحد هنا مغلقه. تمام اكبر من او بيساوي مغلقه. حلوة. يبقى ناها اقول للمجال بتاعي. من الواحد الى الموڭة بلا نهاية. ده مفتوح. وانا لسه يقول لك انا ده مغلقه. ما عليك دعوه بال имеเร sees thick تمام تمام. ماديقشما debember المقام. ايه هي اصفر المقام السين نقص واحد. سين نقص الواحد. هسويها بالصف. هيبقى السين بيساوي الواحد. تمام. يبقى هنا ناقص اصفار المقام. اللي هي الواحد. طيب لما انا جيشيل الواحد وهو موجود هنا. يبقى افتح الفترة. تمام? يبقى افتح الفترة. شفت? المجال طلع معي ايه? طلع معي واحد مفتوحة. المجملة لنهاية مفتوحة. تاني تاني. لما هاجئ اعمل الشكل اللي قدامك ده. احفظها بالشكل اللي قدامك ده. خليه عندك في الكراسة ويعرفها. تمام? تمام. بحيث لو جالك الشكل ده تفتح الكراسة وتعرف حلها عامل ازاي? بتعمل ايه? بتاخد المجال الجزر ناقص اصفار المقام. طيب نشوف كده لو جالي بقى جزر على جزر. احنا طبعا واخدين كل الافكار النهاردة. لو جالك جزر على جزر بالشكل ده. لو جالك جزر على جزر بالشكل ده. هتجيب لي مجال الفوق والجيب لي مجال اللي تحت. معلش يا مصر حلالي. ورقة نضيفة هي الله انحل كده. قلت لك ايه? قلت لك سين مقص الواحد على جزر السين زائد الواحد. هعمل ايه بقى في الشكل اللي قدامك ده? هتجيب لي مجال الفوق بيجيب ازاي? سين مقص الواحد اكبر من او بيساوي صفر. يبقى السين اكبر من او بيساوي الواحد. جيب لي مجال التاني يبقى السين اكبر من او بيساوي السالب واحد. تمام. انت جبتيني المجال الاول جبتيني المجال التاني. ارسم لي خطة عدد. اه. تمام. يبقى السين اكبر من او بيساوي الواحد. ادى الواحد مثلا. وادى السالب واحد. تمام? تمام. مغلق. اكبر من او يساوي. اه. الاكبر منه. تمام. جميل. اه. انا هنا عمل ايه? انا هنا قلت هياخد الاتحاد. مجال الاول. اتحاد مجال التاني. تمام. مجال الاول. اتحاد مجال التاني. يبقى من الواحد مجمل نهاية من 1 موجمل نهاية الواحد يجب مغلقة. والمجمل نهاية فالوها مظل grace يطال عنك بحلال وصلين템� Pearls. الام. يجب هذه التعمل التي لديها خاصة بطريقة الم present خط الاعداد الاولى كانت مجابة السيم مجابة تمام يبقى هنا العليمين مجاب والعشمال سالب هنا مثلا واحد اهو وهنا السالب واحد اهو طيب الواحد كانت السينات بتاعته مجابة ازا يبقى هنا كده كله مجاب تمام وهنا ايه وهنا سالب طيب نعمل السالب واحد تحت السالب واحد كانت السيم بتاعته مجابة برضو يبقى هنا كله مجاب تمام وهنا ايه وهنا الباقي سالب اه انا عايز المجال الاول اتحاد مجال التاني اه بس فينا حتة مجال الاول اتحاد مجال التاني. فرق. هنا قلت ايه? هنا قلت انا مجال الاول. اتحاد مجال التاني. بس قلت لك فرق ايه? فرق اصفار المقام. فرق اصفار المقام. تمام? هم بال هنا هعمل ايه? انا هنا هاخد مجال الاول. اتحاد مجال التاني. فرق اصفار البسط. ايه ده ايه ده? ايه الكلام ده? اه فرق اصفار البسط. طيب. تعال ناخد مجال الاول. اتحاد مجال التاني. هنا الحتة اللي جانب فيها كلهم موجب اهي. والحطة اللي جانوا فيها كلهم سالب اهل. يبقى ناخد الحق كلها معايدة من الواحد للسالب واحد. يبقى حق كلها معايدة من الواحد للسالب واحد. تمام? من الواحد للسالب واحد. طيب. دي طبعا فترة مغلقة عشان محدش يفتكر ان هي مجموعة لا هي فترة تمام? تمام. هعمل ايه بعد كده? بعد كده يا معلم هروح اخد اصفار البصت. اصفار البصت اللي هو السين ناقص الواحد بيساوي السفر. يبقى السين بيساوي الواحد. اه يبقى هنا الواحد اصفار البصت هشل يبقى هشلة يبقى هفتحها تبقى مفتوحة كده بالشكل ده يبقى حق فرق الواحد للسالب واحد طبعا الواحد هنا مفتوح عشان هنقول فرق اصفار البسط طيب نكتبها تاني بقى بالطريقة الصحيحة هنا تبقى حق فرق طبعا السالب واحد هو الاول بناخد الاصغر الاول لحد الواحد وما تقول ليش ينفع نبدلها لأ ما ينفعش تبدلها هنا دي مغلقة وانا دي لازم تكون مفتوحة تماما شباب ويبقى الاجابة بتاعتنا هنا طيب لو جايلك بقى الشكل الجزر التربيع ناقص الاربع عمي شيئ ه indicators انت اي يا مثل اني بيخد تحت الجزر اكبر من او بيساوصف Medicine يبقى السالسال لاربعة اكبر من او بيساوي早速 يبقى السين تربيع اكبر من او بيساوي الاربع انا قادرة هنا احللها اه قادرة احللها طيب جميل هنا السين تربيع ناقص الاربع نحللها كده تحت تبقى سي نقص دل rockets سي نهائد اللى 2 صحي كده اول قليلا له جن اشهارتها موجبة واطلع من هنا سالب اتنين. والشغل عادي باشارة السين ازاي? ادى خط الاعداد بتاعي. تمام? هنا عندي جان ايه? عندي جان فيه اتنين. وعندي هنا جان فيه سالب اتنين. جميل. عندي السين جان اشارتها موجب 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 موجب. هنا سالب سالب سالب. طيب خذلي السالب تحت. السالب اتنين جان اشارتها موجب 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 موجب. وهنا جان سالب سالب سالب. اه جميل. تعمل خطين كده. جان عندك هنا كل موجب ويمجب الحاجة هنا أو نجد فعلاч فهيأخذ مجال الاول اتعاد مجال trabalhar جميعها المعادة كم معادة الت & ست لذلك الفترة الخİ�환어 إذا لم تكن افتح الحاجة لأن اخفت حاجة للمانم المفتوح أولو مغلقة مفتوحة طيب scatter ما مفتوح اه مفتوح sean مش اعايز ليه مش عايز اشان لو حطيทاسالب اتنين وحطيทيات هنا فهتبقى اربع ناسيها باع صفر اربع ناسيها باع صفر نفس الفكرة فجازر الصفر مش مش هتنفع ولين يخرج لي ناسك فهنا مش هتنفع فهنا ناخد الحاق اخد الحاق كلها f cure الدagu Bang بس معايدة السلب الدين والدب مفتوحون طيب الفكرة الي تتعمل معي زي عادي خالص خذلي دي كده. حطي لي الجزر السين نقص الواحد اكبر من او بيساوي الصفر. شيل الجزر معلش. يبقى السين اكبر من او بيساوي الواحد. عمل لي خطة عادات. ايه اللي اكبر من او بيساوي الواحد. اقل اكبر من او بيساوي الواحد يا مصر. يبقى من الواحد الى الموجة بما لنهاية مفتوح. طيب الواحد طبعا اكبر من او بيساوي بها مغلقة. تمام? انها بتاعتها مغلقة. انت قيل ان السين اكبر من او بيساوي الواحد. انت بتقول لي او يساوي الواحد. يبقى قدر عوض مكان السين بالواحد. تمام? يعني الواحد دي حاجة منهم. الواحد دي قيمة منهم. تمام? تمام. يبقى افتح الواحد. تمام? طيب ننتقل الى المدى والاضطراض اللي اشتغلنا عيونه في الاول. طيب. لو انا عايز المدى هنا طبعا المدى هنا ده اللي سابتة. يبقى انا اخد النقط اللي على الله ما صلى عنه من نقطة العصاد اللي هي الثلاثة. تمام? يبقى المدى بتاعي المجموعة ثلاثة. طيب. لو انا عايز هنا طبعا هنا هو ماشي من الواحد الى المجمالة نهاية. طبعا هنا مجمالة نهاية وهنا سهل بمالة نهاية. اه. يبقى من الواحد المجمالة نهاية مصر. تمام? الواحد مغلقة الى المجمالة نهاية مغلقة. طيب. المجمالة نهاية معلش مفتوحة. معلش بي. طيب. الشكل هتقول لديها يا مستر ابدى التزايدون هذه حكثي اوه در الاطراض يزال يمسطر هنا كدس تزايدون تمام يبقى ايه يبقى الفكرة بتاعتنا دى هتحل اي مسؤلة التراض عندك سؤال بالشكل دا بيقولك عايز مجال مدى اتراض طيب جميل مجال يا مستر من السالبة 4 للموجة 4 سالبة 4 موجة 4 مغلق مغلق اه طيب عندي هنا المدى يا مستر بين الصفر الى الهن كام هنا جان الثلاثة يبقى من الصفر الى التلات من الصفر الى التلات مغلق مغلق. الطراد دائما مفتوح. طيب الطراد منين لمنين. هتقول لي يا مستر ما علش عام لافيش مساحة نكتبها. هتقول لي من هنا يا مستر لهنا. هنعمل الخط بتاعنا. من هنا بهنا تزايا الدين. جميل. عاش.ł طيب من هنا��نا آآ دي السبتة. حتى لو عملت لل WORK crois it to SABTE. علاق…. علاقات سابتة أول وأليس سابتة؟ صmak klar. طيب لو عملت لل WORK 들어� infان. اآآ دي علاقات عكسية بعلاقة تناقصية. يا مستر العلاقة تزايا هنا. آه دي علاقة عكسية. بعلاقة تناقصية. يا مستر العلاقة تزايدية من السالب اربعة للسالب ثلاثة. يا مستر العلاقة ثابتة من السالب ثلاثة للثلاثة. يا مستر العلاقة تناقصية من الثلاثة للاربعة. عايش. عايش جدا يا. تمام? تمام. العلمي فقط بقى هناخد ما هناخد الدلة الاحدية. لما جيه تكلمك الاول عن ايه ازاي تعرف دي دلة ولا لأ قلت لها نعمل خط رأسي. طيب لو عنا بقى عايز ايه عايز اشوف هي دالة او احدية او لا اها عم خط افك. اه خط افك عدد في نقطتين ليست دالة. طيب لو عندي مسلا الدالة دي. دي طبعا دالة فردية عشان بتآ على نقطة الاصل لسا انا اخدها الوقتي. طبعا هنا لو انا عملت خط كده بتقطع في نقطة واحدة اذا دي احدية. يبقى الدوال الفردية دايما احدية اما الزوجية ماشي احدية. تمام? تمام. طيب ايه تاني? لازم تكون عارف في الاسبات لو جاي لك دالة تسين بتشيل دالة تسين دي وتجرب مرة بالف وتجرب مرة باقى. تمام? لو طلع الف. لو طلع الف بيساوي باق يبقى الدالة دي اوحة دية. تمام? تمام. طيب لو طلع الالف ده لا يساوي الباق يبقى ليست اوحة دية. لازم الالف يساوي الباق. طيب يا مسلا ممكن تدينا بقى التكات امتى الالف يساوي الباق وامتى الالف لا يساوي الباق? اه. تمام. اسمع مني عشان درس ده مهم جدا وكله تكاد مهمة جدا هتديك طريقتين للحل طريقتين للحل اي مسألة درس ده عمرك ما هتغلط فيه بعد الدرس بعد الحصة دي هتدلة الزوجية اول حاجة اللي هي دلت سين لازم النون قص نون زوجي تمام كده بتعرف ان هي دلة زوجية طيب لو جالك دلة سين بتساوي ايه مقياس سين لو هتطلعه المقياس والسالة بتشغل تمام يبقى دي دلة زوجية لأن المخيس يشير تسالب إذا كنت جاء لك دلة C جاء لك فيها جاتا سين جاتا سين تسالب و although كما هي قاسم تسالب هذا المخيس يكون دلة زوجي أحد أكثر أن الدلة سين لو عوضت بسالب فتطلع الدلة سين مثل المخيس إذا طلعا السالب تطلع دلة سين حسنا، إذا طلع الدلة أدع سين أو السنون فردي سين استنون فردي أو دال سين بيسوي الجاسين والمقلوب بتاعه القطة سين اوعى تقلط في المقلوب ده بيوقعكم فيه بيوقعكم فيه كتير قوي تمام او زاة سين والزاة سين لأن دول بيخرجوا السالب بره أما ده بيأكل السالب الجتة بتاكل السالب شوف الجتة وقا بيشيل السالب طيب ناخد شوية حاجات برضه على الشغل ده علشان لو انت عايز تكتبع على طول السالب سين تربية ده ايه لسه إليهم قص زوجي قص زوجي بيعمل ايه قص زوجي بيشيل السالب تمام قص فاردي يسيب السالب طيب لسه متكلمين عن الجا قلنا الجا والزا الجا والزا ما لهم بيخرجوا السالب ببرا اما الجا تبتاكل السالب وقلنا طبعا المقياس ده اللي هو بتعمي بتاعدل لزوجي هديك تكاية ممكن تشتغل بيها عايز تشتغل بالطريقة التانية اشتغل بيها بس التكاية دي بتعتمد على الكلام اللي قلنا فهو ازاي ان انا اقل لك لو جت لك اي حاجة من دول بتعرف ان هي زوجي جت لك اي حاجة من دول بتعرف ان هي فردي فايل لو جاء لك مثلا حاجة زوجية مجموعة مع حاجة فردية حاجة من دي مجموعة مع حاجة من دي حاجة من دي ما قصوا على الحاجة من دي تعمل ايه هتقوم اقل لي ده خلاص دي زوجية ودي زوجية بزوجية بزوجية هتقول لي فردية زائت فردية بفردي زوجية زائت فردية ليست وليست هنحل دلوقتي وهتفهم كل حاجة زوجي على زوجي او فردي على فردي بزوجي فردي او زوجي بزوجي بزوجي طب زوجي على فردي او فردي على زوجي بفردي. طيب زوجي في فردي او فردي في زوجي بفردي. تمام? ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حل عادي خالص. انت اقيل ان انا هنا هحط سالب. تعال انحل بالطرقتين. طيب. انت اقيل لي هنا ان انا هحط سالب. طيب سالب سين كل تربيع زائد التلاتة دي عادي يا خالب. انت عارف ان التربيع بيشيل السالب. خلاص يا مصر طلعت سين تربيع زائد التلاتة. اه. دي بتشبه الدلة الاولى. يبقى خلاص الدلة دي على طول زوجية. تمام? يبقى الدلة دي على طول ايه يا مصر? الدلة دي على طول زوجية. لان هي طلعب بتشبه الاصلية. طلعب بتشبه الاصلية لما اضعنا لها سالة. طيب. عايزين من هنا ملاحظة. ان هنا انت عارف ان السين تربيع قصها زوجي. او انا قلت اي حاجة قصها زوجي يبقى على طول زوجي. يبقى زوجي يا مصر. طيب. زائد. العدد ده يا مصر هيبقى ايه? زوجي ولا فردي? اذا ده تلاتة. ولا كأنك شايفه. يبقى على طول زوجي. طيب. لو بيقول لي ده السين بيساوي سين جسيل. اعمل فيها ايه? تعالى نحل ده الطري فردي. طيب. وهنا جسين انا واخد ان هي فرد. طيب فردي في فردي بيساوي زوجي. شفت? خطفتين حلناها. نحل بطريقات تانية برضو عشان نزبط لك ان كلام نصح. هنا احط سالب آآ سين وهنا ايه? وهنا جسالب سين. الجس بش بتشيل. الجس بس اللي بتشيل. يبقى السالب ده يطلع بره. يبقى السالب سين. وهنا سالب جسين. السالب في السالب بالموجة. يبقى موجة بسين جسين ايه ده يا مصر ده طلعت نفس الاولى. شوفت بقى الطري قدر بتختصر ازاي? بتخليك يعني ما تخدش وقت فيها. انت عايز تختصر في الامتحان عشان في حاجات تانية عايزة تفكير. فالحطة دي جميلة. طب تعالى نحل دي بقى بالطريقة بتاعتنا دي. قلنا ان ده ايه? ده فردي. تمام. اجتة الزوجي. تمام. اه طيب هنا ناقص. السين تربيع. اه ده السين تربيع دي ايه? اه ناقص طبعا. اه هنا. الله ما صل على النابي هنا فردي. تمام. على الزاصين. الزاصين. انا عارف ان هي فردي. طيب. تعال اول حاجة. الدرب بيسبق الناقص. الفردي في الزوجة زي ما انت عارف بفردي. طيب. هنا الفردي في الزوجة على طول بفردي. طيب. فردي ناقص فردي. زي ما انت عارف. آآ فردي ناقص فردي. زي فردي زي فردي بالضبط. بتطلع ايه? بتطلع فردي برضو. يبقى على ايه? على فردي. طيب فردي على فردي بيساوي زوجيها مصد. عايزة تحلقها بالطريقة التانية. تعال انحلقها بالطريقة التانية. هنا اقول ايه? هنا هقوم حاطة سالب. تمام. وهنا هحط برضو سالب. بس زي ما انت عارف هنا سالب او مالناش دعو بيه هحط هنا كده سالب. طيب ما السالب. الجزر التجعيبي بيشتب السالب عادي خالص تمام. يبقى هطفل جععة تاني زي ما هاي هتبقى بالشكل ده. سالب سين جاتا. ايه جاتا. الله ما صلى على النبي جاتا. سالب سين كل التجعيب. تمام. على ايه? ملكش دعو بالفوق ده. على الزاسين. طيب الزان تعرف انها مش بتشير. تبقى سالب زاسين. طيب والسالب يروح مع السالب. طلع لك الشكل اللي فوق يبقى خلاص. ناخد كده افكار جميلة بيقول لك لو الدالة دي دالة زوجية فان الدالة اتنين زي الدالة سالب اتنين. طيب ما انت عارف ان الدالة زوجية الدال سين بيساوي ايه؟؟ بيساوي دال سالب. الله ما صelcomeoor عنه بيدال سالب سين. جميل. يبقى اع acadio دي. نقدر نساوها بده. يبقى اقول دالة اتنين زائد دالة اتنين زائد دالة اتنين زائد دالة اتنين. دالة اتنين الاخدى. تمام؟ تمام. نتضرب اكدر. طيب أنا عايدة أقول حتة لو مدين هنا وقال لي زوجي هعمل ايه قال معلش قال لي فردي قال لي فردي بقى دي مستحيل تتغير السالب بس بيطلع براه تمام فالسالب هيبقى هنا كبه فده نقص ده هيستوي سفر يعني لو سالب على طول تطرح لو معلش لو هي فردي على طول تطرح أما لو هي زوجي لو هي زوجي بتجمعهم الاثنين على بعض تمام تمام طيب بيقولك لو الدال ألف زائد السالب زائد دال سالب ألف على الاثنين دي دالة فاردية. طيبًا لسه يقول لك ان الدالة الفاردية ان الدالتين يقوم السالب دالتين. تمام؟ سأقوم بتنسف تلك السالب لجهة والسالب بتاعها براه. تمام؟ تمام. هنا هواعمل ايه؟ هنا هوا لسه قول لك ان السالب اللي جواهه باخرق براه هنا فدال آذي يقوم بصفر. صفر على الاثنين بيساوي صفر. طيبًا ناخد بقى الدرس اللي بعده حيث اتنم اهم اوى. لو قول لك بقى دالت سين وقال لك راق سين. قالك ان الدال زائد الراء الدال زائد الراء ومديلك هنا سين طبعا هنا عايز المجال منك الدال زائد الراء الدال نقص الراء الدال في الراء كل دول نفس طريقة تاخد مجال الاول اتحاد مجال التاني مجال الاول اتحاد مجال التاني مجال الاول اتحاد مجال التاني وهناخدها دلوقتي هنحل عليها تمام تمام طيب لو عايز ايه لو عايز دال ما لكش دعوات ده ده لسه هنشرحه دلوقتي تمام لو عايز الدال على الراء لكن هنا الفكرة هتااخد مجال الأول اتحاد مجال التاني ن係 Pokemon Comics the R نقص واحد سينلره 1 نقص واحد نقص أصفر المقام تغوطه في مجموعة 拍ه السؤال التي تمっちه اذن ي welcoming سيس barber السينلره ساولory مع محضر مع مع محضر السيه ier لما تحتاج اترجسي في مجال سينلره إذن مع 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 جزر سناولي نصف للسين. والدال ناقص الراء. والدال بفيق الراء كل دول المجال بتاعهم. مجال الاول اتحاد مجال التاني. طب ما تيجي نجيب مجال الاول اتحاد مجال التاني. يلا المجال يبقى السين زائد الخمسة اكبر من او بيساوي الصف. يبقى السين اكبر من او بيساوي السالب خمس. تمام? اكبر من او بيساوي السالب خمسة. خلينا نعمل كده. خطة عداد. السالب خمسة اها. تمام? الاكبر منها او بيساويها. طيب بيبقى هو كده تمام وهي دي مغلقة جميل اوي تعالى ناخد التانية نفس الفكرة السين سالب خمسة اكبر من او بيساوي السفر يبقى السين اكبر من او بيساوي الخمس تمام هتجيب هنا الخمسة اهو اكبر منها او بيساويها يبقى هنا الاتحاد بتاعي من الخمسة الى الموجة بما لا نهاية من الخمسة الى الموجة بما لا نهاية طبعا الموجة بما لا نهاية مفتوح والخمسة مغلقة. طيب وما هعمل ايه في التالت? هعمل ايه لو جايني مسلا دال على ناقص اصفر المقام. يعني ايه? انا جن عندي الفكرة سين زائد الخمسة على جزر السين ناقص الخمس. تمام? تمام. واخدنا الفكرة دي في الاول. لما قلت لك اجيب مجال الاول. مجال التاني ناقص اصفر المقام. ايه اصفر المقام يا مصر? السين ناقص الخمسة بتسوي السفر. يبقى السين بيسوي الخمسة. تمام. يبقى الخمسة هذه دي هفتحها هنا. بس ايش? كده خلصنا. تمام? تمام. اخدنا النهاردة كل الافكار اللي ممكن تيجي لك. لسه لنا دلوقتي ايه? لسه لنا الدال بعد راء. الدال بعد راء. الفكرة دي عشان كده نكون خلصنا ايه? نكون خلصنا جزء كويس لحد الدرس ومسلا بيقول لك دال بعد راء للسين. هتقوم حاضة ايه? الراء في الداء. الراء في الداء. الراء في الداء. التاني في الاول. يبقى الراء حطناه في ايه? حطناه مكان السين اللى في الدال . حطمت له مكان السين اللى في الدال . مسلا لو جايلي هي يا مستر دالة وجاييها هي دلة دلة الدالة ودلة الرق . عايز داء الرق بعد الدال وداء وبعد الرق . طيب يبقى الدال هician اوضضوا في الرق . الدال ه عطار في الرق يبقى دهي كله . ه зна they callfer hello Cam a channel تمام ؟ ودا ها هو كله الذي ه conditions here ? اوضض لي هنا الرق يبقى ه Lay down the rope this whole view مكان السين يا مستر للفدال . stop ! فاهمت يا مستر .estly! ينفع محلاة . تمام ? هقول لك الفكرة هنا السين زائد الخمسة عايز ايه عايز دال حطالي فرائده على طول جزر سين زائد خمسة دي ما كان السين الهنا ناقص الواحد بس يبقى السين ناقص الاربعة وهنا تحت عندك جزر خمسة ناقص الواحد معلش هتبقى هنا موجب تمام وحلها عادي خالص تمام هتعمل ايه هتقول لي سين زائد الاربعة اكبر من او بيساوي مش عارف او يجب لي المجال بقى او لو مديني قيمة للسين بعوض بقمت للسين ويجبت جزر عادي خالص طيب يا مستر aí الرائح الطالي في الدال الرائح طالي في الدال يبقى جزر السين اناقص الواحد ماله سائدالخمسة تمام كده خلاص المسألة هتحلت ساحتي بقامة السين عادي خالص تمام حقه عادي مجال مني اجلب المجال عادي طيب اجلب المجال مثل مستر تعالي اجيب المجال مثلك لما يجيلي سؤال زي دك كده عايز المجال بتاع اول حاجة ده البعد رأ flows اجيب مجال الرأب اسحتي من الروحة والمجال مجال الرأب بهذه الساعة لذي هو مجال الرأب بهذه الأنラك هو هنا طيب أجيب مجاله مثلك السين نئس اللي واحده اكبر مني او بس B0 يا مستر وكده اجبت المجال. على الخط الاعداد هاجب المجال. تمام. خلصت. هتحطي له الرقف الدال. الرقف الدال. لما حطينا الرقف الدال جاند بالشكل اللي قدامك دوت. تمام? حطينا الرقف الدال اهو. طيب نعمل ايه بعد كده يا مستر? جيب المجال بتاعه. طيب يبقى هاجيب المجال بتاع ده. والمجال بتاع الرقف. بتاع الرقف. والمجال بتاع الدالة كلها. واجيب الاتحاد بتاعه. طيب. لو يا مستر جاي لي سؤال بالشكل اللي قدامك ده. طيب بيقول ايه? ده نفس الفكرة اللي جانت فوق. بيقول هنا دال سين بيساوي جزر السين زائد الواحد والرق سين بيساوي جزر الواحد. نقص سين ده اخر حاجة معنا. انا قلتي لك عايزين يجيب دال ايه? دال بعض راق تمام? عايزين يجيب المجال بتاعدي. اول حاجة اجلب له الرق جبت الراق اهو. بص اول حاجة عملت ايه? جبت المجال بتاع الراق. اهو جبنا المجال بتاع الراق بس تمام. وبعد كده يا مستر جبت المجال بتاعي الدلة كلها. جبته ازاي? انا حطيت الراق في الدال. حطيت الراق في الدال. او طلع معي بالشكل ده. بعد كده اخدت الجزر. طبعا هنا جان فيه جزر وهنا جان فيه جزر. تمام? فلما جيت هنا اخدت اللي تحت الجزر اكبر من او يساوي صفر. رغم ان هو في جزر عادي خالص. تمام? اخدت الجزر واحد نقصين زائد الواحد اكبر من او يساوي الصفر. تمام? عشان شد الجزر يا مستر اعمل ايه? انا وديت الواحد هناك اهو بسالب واحد. اعمل تربيع يا مستر طيب مما ربعت واحد ان الصين طلع اكبر من او يساوي. الموجب واحد ايه سمت على السالب واحد طلعت الصين اصغر من او يساوي الصفر. ده الاختصاره. تمام? تمام. ماشي يا مستر انت جبتي لي هنا الصين اصغر من او يساوي الصفر. اذا الصفر اهو اصغر منه او يساوي. ايبا احنا من الصفر من الصفر لحد السالب مالا هي. يبقى من السالب مالا نهاية لحد الصفر. تمام؟ معلش هنا ما اتخدش بالك من دي لازم السالب مالا نهاية على طول تكون ايه? على طول تكون مفتوحة. وان طبعاً السفر عندي مغلقة والسالب مالا نهاية مفتوحة. تمام? كده بفضل الله تعالى. بفضل الله خلصنا المراجعة الاولى. الجزء الاول من الجبر ان شاء الله الحس الجاية يكون الجزء التاني. شوفكم بخير والسلام عليكم.